اشتركوا في القناة التي سنناقشها خلال هذه الحلقة ابدأ من الصحافة الاجنبية وتحديدا من صحيفة الڭارديان الصحيفة التي عنونت هذا اليوم فيسبوك يقرر حظر المعلومات الخاطئة حول جميع اللقاحات اما صحيفة انديبندنت فكتبت هذا اليوم وعنونت بريطانيا تفرض على المسافرين اجراء اختبارين لكورونا بعد وصولهم بموجب قواعد الحجر الصحي اما موقع ميدل ايست مونيتور فعنون وكتب هذا اليوم يقول مبعوث الامم المتحدة وكذلك ضريف يبحثان كيفية انهاء الحرب في اليمن طبعا هنا مبعوث الامم المتحدة مارتيني غريفث الى اليمن الذي يزور ايران هذا اليوم ومتواجد طبعا منذ الامس فيما موقع ميدل ايست ايف عنونا وكتب نتائج انتخابات ليبيا اخبار غير سارة للقوى الفاعلة والمتلاعبة في ليبيا ومن الصحافة الاجنبية نستعرض ونستوضح وإياكم العنوين التي سنناقشها اليوم في الصحافة العربية وابدوا من صحيفة القدس العربية التي عنونت بوادر حل للازمة بين قرطاج والقصبة لمشيشي يستعجل سعيد لأداء اليمين هذه هي الازمة السياسية في تونس فيما صحيفة الشرق الاوسط فعنونت وكتبت هذا اليوم واشنطن تطالب الحوثيين بوقف المسيرات تجاه السعودية فورا أما صحيفة العرب فتحدثت عن ولادة صعبة لحكومة سودانية تستوعب أحزابا وحركات متناقضة وآخر ما لدينا في الصحافة المكتوبة هو ما اخترناه من الصحافة العبرية وتحديدا من زمن إسرائيل وهنا ضابط إسرائيلي يسلط الضوء على معركة العقول بين الموساد وإيران كما وسنكون معكم أيضا مشاهدين في فقرة كاتب ومقال والمقال الذي اخترناه للنقاش هذا اليوم والحديث في تفاصيله اخترناه من موقع عربي 21 وجاء تحت عنوان تنظيم القاعدة على طريق الانقسام والانحدار وكتب هذا المقال حسن أبو هنية الذي سيصحبنا في جولة الصحافة هذا اليوم وفي الختام وكما في كل جولة أيضا سنتوقف عند أبرز العنوين في الصحافة الإلكترونية وهذه المواقع التي اخترناها هي الجزيرة نت والخليج الجديد وسنقرأ أيضا العنوين الرئيسية في موقع عربي 21 وسنختم جولتنا بقراءة العنوين في موقع بي بي سي عربي لكن الآن دعونا نتعرف على تفاصيل كل هذه العنوين وأبدأ من الصحافة البريطانية وأرحب من ضمام ضيفنا الصحفي عادل الحامدي معنا عبر اسكايب من لندن سيد عادل بداية أهلا بك معنا أهلا وسهلا بك سيد يحيى وبمشاهدي قناة الخوار أينما كانوا أهلا بك ونبدأ من صحيفة تالغارديون التي كتبت وعنونت فيسبوك يقرر حذر المعلومات الخاطئة حول جميع اللقاحات لماذا جاء هذا القرار من فيسبوك؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم القرار يتصل بضرورة إحاطة فيسبوك الذي أصبح الوسيلة الأكثر تواصلا بين الناس وبين المجتمعات فيما يتصل بالحرب على الكوفيد أو جائحة كورونا هناك بعض الأنباء التي قد ينقلها الفيسبوك سواء منذ بداية هذه الجائحة سواء في التشكيك في الجائحة وفي اعتبارها عملا تآمريا تقوم بجهات متعددة أو في التشكيك في اللقاحات إذا ما كانت هذه اللقاحات فاعلة أو لم تكن فاعلة فقررت إدارة الفيسبوك أن تحجب كل هذه الوسائل الخاطئة وكل هذه المعلومات الخاطئة ربما ما لم يشر إليه التقرير في هذه هو ما هي المعايير التي ستعتمد عليها إدارة الفيسبوك في حجب المعلومات الخاطئة وكيف يمكن أن تعتبر هذه المعلومات خاطئة دون غيرها رغم أن التقرير يشير فقط إلى بعض الأحكام المعيارية المتصلة سواء باللقاح أو سواء متصلة بالوباء أو بطريقة انتشاره ويذكر تقرير بعض الأفكار التراجة أو التي تم تروجها عبر الفيسبوك والإستجرام وهي تتعلق باللقاح في حد ذاته أن عدم اللقاح ربما يكون أكثر قدرة على المناعة من فيروس كورونا أكثر من الإقاح أو أن الوباء أو الجيحة في حد ذاتها هي عمل مصطنع أو عمل اصطناعي وبالتالي فكل هذه المعلومات التي تثير تشويشاً ولغطاً حول الحرب التي يقودها العالم ضد جائحة كورونا لمحاولة تطويق الأعداد الهائلة المتزايدة من المصابين ومن المتوفيد سوف تعمد إدارة الفيسبوك إلى حجبها وإلى تطويقها هل ستكون هذه السياسة المعتمدة من فيسبوك هي سياسة واضحة المعالم ولها معايير محددة التقرير لا يجيب على ذلك لكن التقرير فقط أشار إلى أن الهدف العام هو إسهام وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك والإستجرام في مواجهة الأخبار المضللة وفي تطويق هذه الأخبار التي من شأنها أن تشويش على الرأي العام في مواجهة كورونا وتدعم الجهود الدولية وجهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء كورونا وتحديد فعلاً ما هي الأليات الأصوب والأنجع لتطويق هذا الوباء من صحيفة الڭاردين نتحول إلى عنواننا آخر وهذه المرة في صحيفة اندبندنت الصحيفة التي عنونت وكتبت هذا اليوم بريطانيا تفرض على المسافرين إجراء اختبارين لكورونا بعد وصولهم بموجب قواعد الحجر الصحي لماذا هذه الإجراءات الجديدة يبدو أن هناك حتى التشديد على الواصلين كذلك إلى بريطانيا طبعاً أستاذ يحياء التقرير هو خصيصاً معتمد للوافدين البريطانيين الذين يعملون في الخارج وتحديداً في منطقتين رئيسيتين هما جنوب أفريقيا والدول الأمريكا اللاتينية والتقرير يشير إلى أن ربما لقاح أكسفورد أسترازينيكا قد لا يكون ملائماً للسلالة الجديدة المنبثقة من جنوب أفريقيا وهذه الإجراءات التي تدعو إليها السلطات الصحية البريطانية تأتي في سياق تطويق ما يمكن أن يجرى عن انتشار هذه السلالات الجديدة القادمة من هاتين أو من بؤر مثل دول أمريكا اللاتينية ودول جنوب أفريقيا ويقول التقرير بأن السياسة التي سوف يتم اعتمادها بداية من الخامس عشر من شهر شباط فبراير الجاري تعتمد الخطوة التالية أي أن كل القادمين من خارج بريطانيا سوف يكون لزاماً عليهم أولاً الاستظهار بفحص طبي حول موضوع كورونا لا يزيد عن 72 ساعة ثم في العصرة أيام الحجر الإجباري التي سوف تعتمد على إبقاء هؤلاء القادمين في فنادق ربما تخصصها الحكومة البريطانية لهؤلاء لبدء عصرة أيام وأنه سوف يتم فحصهم مرتين المرة الأولى بعد يومين من وصولهم إلى الفندق والمرة الثانية بعد ثمانية أيام من وصولهم إلى الفندق ويقول التقرير بأن هذه الإزراءات هي تأتي في سياق كما أسلفت في بداية الحديث تأتي في سياق الحدي من مخاطر السلالات الجديدة الآتية من بؤر مثل جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية علما بأن البريطانية هذه الأيام لازلت تعيش الإغلاق التام وأن الحكومة البريطانية تستعد للإعلان عن خارط طريق لمواجهة هذه الإغلاق التام أو لبداية التخفيف من الإغلاق التام وتأمل الحكومة البريطانية أن تبدأ هذه الخطوات بفتح المدارس في الثامن من آذار بارس المقبل نتحول الآن إلى موقع ميدليست مونيتور والموقع تناول التحركات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية وكتب مبعوث الأمم المتحدة وظريف يبحثان كيفية إنهاء الحرب في اليمن طبعا مبعوث الأمم المتحدة هنا المقصود به وماتيني جريفث البريطاني المبعوث أصلا من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية بشكل عام وفي ظل التصريحات الجديدة لجو بايدن حول الأزمة اليمنية هل باتت الحرب في اليمن على وشك الانتهاء والأزمة تسير ربما نحو حل سياسي أكثر منه عسكري ربما هذه آمال قد تكون سابقة لأوانها التقرير يتحدث عن مباحثات جرت بين المبعوث الأممي وبين وزير الخارجية الإيراني وأن هذه المباحثات تأتي بعد الإشارات الإيجابية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز المرشحة الديمقراطية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان من بينها وعلى رأسها إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب والإشارة إلى أن الولايات المتحدة تستعد لإزالة العقوبات أو للعودة إلى اتفاق النووي ثم إزالة العقوبات عن إيران أو إعادة ترتيب العلاقات مع إيران الإشارات الإيجابية سواء من المبعوث الأممي أو من وزير الخارجية الإيراني هي عبارة فقط عن جس نبض وهي إشارات إيجابية لا يبدو أن الإيرادات السياسية متوفرة حتى الآن إذا ما لم تقترن هذه بأفعال من الإدارة الأمريكية أفعال جدية تعني عملياً كما قلت لك هو إشراك أو العودة للمصال السياسي وإلى مخرجات الحل السياسي كما نفذته الأمم المتحدة في السابق وأيضاً إلى أخذ بعيداً اعتبار الدول الإقليمية ودور دول مجلس التعاوى الخليجي في حل الأزمة اليمنية وهي ربما كلها خطوات لا يمكن الاستباق إليها طالما لم يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بين المتحاربين وربما النقطة الأساسية التي لم يشر إليها التقرير وهي نقطة مهمة للغاية هي أصل المبعوث الأممي وهو المبعوث البريطاني له علاقات قوية بالمجلس الانتقالي الجنوبي وربما يكون أقرب إلى وجهة النظر الجنوبية منه إلى الحل اليمني وهذا ربما سوف يثير كثير من العلامات الاستفهام وما إذا كان هذه الرسالة المتبادلة بين الحوثيين والأمم المتحدة هي وحدها كافية دون الأخذ بعيداً الاعتبار كما قلت لك المواقف الأخرى وعلى رأسها موقف المجلس الانتقالي والدول الداعمة للمجلس الانتقالي والأمم المتحدة آخر ما لدينا من عنوين في الصحافة البريطانية ما اخترناه من موقع ميدل إيست آي العنوان يقول نتائج انتخابات ليبيا أخبار غير سارة للقوى المتلاعبة من يقصد الموقع بذلك ولماذا؟ طبعاً لو لاحظت الصحيفة والمقال أنه اقترنا بصورة وهذه الصورة هي الجواب على هذا السؤال الصورة تتضمن صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإلى يمينه عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي وإلى شماله قائد الجيش الليبي اللواء البتقاعد خليفة حفتر أعني بأن هذا المقال وهذه الإجراءات والانتخابات التي جرت في جناف ولدت انتخاب رئاسة مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة جديد ربما أزعجت هذا الثلاثي أي المصريين ومعهم عقيل صالح وخليفة حفتر ومرد هذا الانزعاج هو أن مرشح المصر كان هو عقيل صالح الذي ترأس قائمة لكنه لم ينجح بسبب عدم قبول الليبيين به وبالتالي فإن فشل قائمة عقيل صالح وخليفة حفتر ربما أعاد حسابات الطرف المصري والإماراتي بشكل أساسي وأشرت تقرير إلى أن بعض المقربين من النظام المصري وعلى رأسهم الإعلامي مصطفى بكري كان قد أعلن منذ البداية عن أن ما جرى في انتخابات جناف كان عبارة عن انقلاب ومؤامرة ضد الليبيين وأن الجيش الليبي لن يقبل بهذه المؤامرة وأن الجيش الليبي سوف يضع حدا لها ويعيدها إلى حيث بدأت لكن ما راعنا إلا بعد حشب التقرير بعد عدة ساعات فقط أن صدر موقف ترحيب إيجابي من الخارجية المصرية ثم بعد ذلك أيضا موقف من عقيلة صالح بل ذهب الأمر أبعد من ذلك حيث أظهرت القيادة العامة القوات المسلحة المنسوبة إلى خليفة حفتر بيانا رحبت فيه أيضا به النتاج التقرير يشير إلى أن ما جرى في جناف والتخابات الليبيين عادت ربما خلطة المشهد السياسي في ليبي وعادت خلطة الأوراق بشكل كامل وأن الأطراف المتلاعبة وهي الأطراف كما قلت بالإمارات العربية المتحدة ومصر يجب عليها أن تعيد ترتيب أوراقها بما يراعي التطورات السياسية والتوافق الدولي الذي يبدو قويا وكبيرا وراء القيادة السياسية الليبية الجديدة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الصحفي عادل الحامدي كنت معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن شكرا جزيلا لك ودعونا مشاهدين الآن نتحول إلى هذه الجولة من الأخبار الدولية ونعود في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ حقيقة مظلمة وراء أحلام بن سلمان بمدينة مثالية المهاجرون ساهموا في نمو اقتصاد المدن البريطانية الاحتلال يوعين ضابطا رفيعا لمواجهة قرار محكمة لاهاي نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للكاتب روبرت وورت قال فيه إن هناك حقيقة مظلمة وراء أحلام ولي العهد السعودي بخصوص رؤية 2030 التي أطلقها وتساءل الكاتب عن مشروع ذلعين للمدينة المثالية وعن الدعاية التي تروج بصوت أنثوي يقول موطن للجميع مرحبا بكم في ذلعين وقال هل ستفكر حقا في الانتقال إلى مدينة صحراوية نائية لتخضع للمراقبة على مدار الساعة طوال اليوم ولأهواء أمير قاتل قالت دراسة جديدة أن المهاجرين ساهموا بدعم اقتصاد المدن البريطانية التي يسكنون فيها أكثر من تلك المدن التي يعيش فيها مهاجرون أقل ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة اندبندنت أن مقاطعات إنجلترا وويلز شهدت وجود صلة قوية بين التنوع السكاني والازدهار الأمر الذي يضرب التصورات السلبية عن الهجرة وقدمت الدراسة توصيات للحكومة والمجالس المحلية حول كيفية إدارة التغيير الديمغرافي جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي كما أوصت بأن تلاحظ الحكومة العلاقة بين النمو والتنوع أعلن جيش الاحتلال عن تعين الجنرال إي تاي وريوف لقيادة طاقة من مواجهة قرار محكمة الجنيات الدولية وأضافت للاخ شفال بصحيفة إسرائيل اليوم أن الجيش يقوم بإجراء استجواب عملي وقانوني من خلال تشكيل فريق برئاسة خبير في القانون الدولي من المقرر أن يستعد للتعامل مع قرار المحكمة ولدى الجيش بالفعل خطط طوارئ لمواجهة القرار وأوضحت أنه بعد صدور قرار المحكمة بدأت إسرائيل تتحرك على المستوى السياسي فيما استنفر الملحقون العسكريون في الخارج فيما تستعد وزارة القضاء لمواجهة القرار في الداخل شاهدنا الآن نتحول وإياكم إلى فقرة كاتب ومقال والمقال الذي اخترناه هذا اليوم جاء تحت عنوان تنظيم القاعدة على طريق الانقسام والانحدار وكتب هذا المقال حسن أبو هنية الذي ينضم إلينا الآن عبر اسكايب لمعرفة تفاصيل هذا المقال سيد حسن بداية أهلا بك معنا أهلا وسهلا بكم بداية المقال تناول رحيل القيادة التاريخية لتنظيم القاعدة بدءا من بن لادن مرورا بالغموض الذي يكتنف الظواهر وليس انتهاءا حتى عند خالد باطرفي الذي يقال بأنه تم اعتقاله في جزيرة العرب والتنظيم إلى حد اليوم لم يؤكد أصلا هذه المعلومة وهناك تناول المقال أيضا رحيل قيادات أخرى حتى وصلت إلى المغرب العربي بداية كيف تأثر تنظيم القاعدة بغياب هذه القيادات الكبيرة بالتأكيد تنظيم القاعدة بعد أن كان هو التنظيم الأكثر فعالية وجودا في تنفيذ عمليات توصف بالإرهابية فمنذ مقتل مسامة بن لادن في أبو ثداباد في مايو عيار 2011 وتولي خليفته أيمن الظواهري شهدنا أن هناك مسار مباشرة من الانحدار في فعالية هذا التنظيم وشهدنا انقسامات ظاهرة منذ تمرد تنظيم داعش الدول الإسلامية عن هذا التنظيم ثم بعد ذلك تمرد عدد من الفروع منها جبهة النصر التي كانت تتبع القاعدة ثم بعد ذلك حدث خلافات سواء في المغرب الإسلامي أو التنظيم الفرع الإقليمي في شمال إفريقيا وكذلك في اليمن وسهدنا هذا الانحدار يتكاثر لدرجة أنه في العام الماضي مثلا كان هذا العام ربما يكون أكثر كارثية يعني بعد إشاعات عما عن وفاة الظواهري شهدنا هناك سلسلة من عمليات استهداف هذا التنظيم بشكل كبير سواء في القاعدة المركزية في أفغانستان وباكستان بمقتل حسام عبد الرؤوف المسؤول الإعلامي ثم نهاية فرع في كشمير وكذلك في شبه القارة الهندية وصولا إلى مقتل عبد ملك دروتكال الزعيم التاريخي اللي قاعدة في شمال إفريقيا والمغرب الإسلامي وليس انتهاء للقاعدة في اليمن الذي شهدت انحدار كبير منذ مقتل قاسم الريني ثم بعد ذلك اعتقال خالد بطرفي وبالتالي شهدنا أن هذا التنظيم يتعرض لعمليات انقسام وتشغلهم ثم بعد ذلك عمليات استهداف وعمليات اختراق بشكل واضح طيب قلتم في المقال أن عهد الظواهري شهد حالة من الفوضى والانحدار أيضا وحتى حالة من الانقسام أين أخطأ تقريبا الظواهري حتى وصل حال تنظيم القاعدة إلى هذا الحال وهو الذي رافق أسامة بن لادن في معظم فترات حياته وبالتالي من المفترض أن الرؤية الأساسية للتنظيم موجودة أصلا عند الظواهري أعتقد بأنه لم يستطع الظواهر أن يملأ الفراغ الذي تركه أسامة بن لادن أسامة بن لادن كان يتمتع بشخصية كارزمية وهناك قبول كبير لكافة الفروع حتى أكثر الفروع التي كانت متمردة على التنظيم كفرع القاعدة في العراق غيات الزرقوي لم يكن يظهر أي تمرد مثلا على بن لادن لكن في عهد الظواهر لم يستطع أن يملأ هذا الفراغ لا يمتلك هذه الشخصية الكارزمية ولا يمتلك أيضا قدرة تسييرية بمعنى فقد حتى معظم الشخصيات التي كانت حوله وأصبح التنظيم أكثر عرضة للاختراك كان بن لادن يتخذ إجراءات صارمة شاهدنا كيف قدر في أبو تباد وما هي الإجراءات التي كان يتخذها بينما تساهل كثيرا الظواهري في التعامل مع الإجراءات الأمنية وخصصا في مسألة الفروع بمعنى أنه حتى بن لادن كان يرفض مثلا انضمام بعض المجموعات كحركة الشباب بينما كان يقبلها لاحقا الظواهر فالظواهر كان متساهلا ليقل في شروط الانضمام إلى التنظيم وفي طبيعة البناء الهيكلي التنظيمي وحتى على صعيد الأيدولوجيا ولذلك شاهدنا عدم وجود هذه الشخصية الكارزمية أدت إلى تمرد شاهدنا تمردات بدءا من العراق مع تنظيم الدولة إلى جبهة النصر الجولاني حتى في اليمن وفي حركة الشباب ولذلك الخطأ الأساسي للظواهري أنه حاول أن يتوسع في التنظيم لكن كان على حساب الشط الأمني وبالتالي أصبح التنظيم مخترط بشكل كبير بحيث أن طائرات الدرونز أو القتل المستهدف أصبحت عملية سهلة في كافة الفروع وربما يكون الفرع اليمن الذي كان يعد منذ 2010 الفرع الأكثر خطورة شاهدنا اختراقات كبيرة ومقتل قيادات منذ الوحيش إلى الرين وصولا إلى اعتقال بطرفي وعشرات من القيادات المقال تطرق إلى جملة وقال وكأن القاعدة أصبحت كبندقية للإيجار ربما هذه خطيرة الجملة على مسامع تحديدا الذين ينتمون إلى فكر القاعدة لكن نريد أن نعود إلى العام 2018 السوشيتد بريس كانت تحدثت في تحقيق لها وكانت أيضا وافقت هذا التحقيق موقع ميدل إيست آي البريطاني في ذلك الوقت يقول بأن التحالف العربي استخدم عناصر من القاعدة باتفاق تحت غطاء أمريكي بريطاني من أجل قتال الجماعة الحوثية هل هذا هو تحديدا فكرة الإيجار البندقية أم أن هناك شواهد أخرى في هذا الموضوع لا شك أن الشواهد كثيرة لكن ربما تكون حالة القاعدة في جزيرة العرب في اليمن هي حالة الأكثر وضوح وبروز في هذا المجال لأنه أصبح التنظيم فعلا منذ دخول التحالف ما يسمى التحالف العربي لكن نهاية هو الإمارات السعودي وبدعم أمريكي هو في اليمن منذ 2015 شهدنا أن هذا التنظيم بعد أن كان عصيا على استهداف وقيادته بقيت منذ تأسيسها 2006-2009 في قيادة لوحيشي شهدنا أنها دخلت في اتفاقات أصبحت هناك مجموعات لقاتل في ما يسمى القوات الحزام الأمني وانضمت إلى مجموعات سواء إلى جانب التحالف تحديدا الجانب السعودي ودخلت في مفاوضات ونعلم أنها تلقت أموال عندما تركت مثلا عندما سيطرت على حضرموت المكلة تلقت ملايين الدولارات من قبل الإمارات للخروج ثم بعد ذلك أصبح هناك عدد كبير من هذه القيادات منقسمة وشهدنا بعد مقتل الريمي اتهمات عديدة وأصبح هناك مجموعتين مجموعة يقودها عمر النهدي والمجموعة يقودها خالد بطرفي وهي ليست حتى كلامنا هي ذات المجموعات تتهم بعضها بالجاسوسية والاختراف والعمل لمصلحة أمريكا والعمل لمصلحة التحالف وبالتالي الحالة اليمنية تكون واضحة لكن هناك مناطق أخرى كما هو في حال جنوب الصحراء والساحل مثلا شمال مالي وكذلك في خرسان شاهدنا بمعنى أفغانستان كان هناك فعلا بعض المجموعات تتعامل مع القوات المحلية وتصبح أداء تحت ذرائع أنه وجود على ذو مشترك كالحوثيين أو مثلا داعش من هذه المناطق ما هي أكثر المناطق الجغرافية قوة لتنظيم القاعدة حاليا؟ يبقى هو الفرع اليمني على الرغم كل ما قلنا لكن يبقى هذا الفرع لا يزال قويا حسب الأمم المتحدة هناك لأكثر من سبع ألاف مقاتل وأعتقد أنه هذه ربما أحد المفارقات وعادة عندما يكون حادث تحفظ حالة من النزاع والفوضى والحروب الأهلية لا يتنامى التنظيم وبالتالي التنظيم قادر على إعادة لملمة نفسه لا يزال موجود في مناطق عديدة في اليمن وهو قادر على تجديد هذه القيادة والعمل من جديد يبقى التنظيم في اليمن هو التنظيم الأكثر قوة بتصنيف الولايات التحدي الأمريكية وكذلك بمعرفتنا الشخصية فيما يتعلق بأعود إلى عنوان مرة أخرى أو تنظيم القاعدة على طريق الانقسام والانحدار هذا الانقسام في التنظيم من هم أكثر المستفيدين منه هل بشكل أو بآخر استطاع مثلا تنظيم الدولة الاستفادة من هذه الانقسامات خاصة أن التنظيم هذه الأيام يعيد ترتيب أوراقه في العراق وبالأمس فقط كان هناك خبر يتحدث عن أنه يعيد أوراقه في بعض البلدات السورية فهل استطاع استقطاب بعض الشباب المنتمين مثلا إلى تنظيم القاعدة لأن يصبحوا في تنظيم الدولة أو جنود فيه نعم صحيح لا شك بأن تنظيم داعش الدولة الإسلامية هو أكبر مستفيدين من الحالة التشرذم والانقسام والفوضى الذي يشهد تنظيم القاعدة نراحظ في أن معظم لم يكن جميع المقاتلين في تنظيم داعش الدولة ومؤسسين هم كانوا جزء من فرع القاعدة كانت القاعدة في العراق الرافضين هي تمتمي إلى هذا التنظيم ثم بعد ذلك تمردت وهذا ما حدث في سوريا عندما انشقت جبهة النصرة كثير من المقاتلين ذهبوا باتجاه تنظيم داعش هذا ما حدث في اليمن عندما تشكلت الفرع اليمني ذهبوا من القاعدة وهجرة إلى تنظيم داعش وهذا ما حدث في غرب أفريقيا مع بوكو حرام التي ذهب أكثر من نصف مقاتليها إلى تنظيم الدولة وهذا في جميع المناطق وبالتالي أعتقد المستفيد الأكبر هو تنظيم داعش هو الذي دائما يستحوذ على المتمردين على نهج إدارة الظواهر وكذلك على القاعدة بشكل عام باختصار أستاذ حسن هذا الانقسام أين سيأخذ مستقبل تنظيم القاعدة؟ أعتقد القاعدة يعني هي باتت كما يقال ظل ما كانت عليه بين فترة في اللادن وبالتالي يعني هي ستبقى في مجموعات صغيرة لكن أعتقد أن النهج الجهادية العالمية هو يذهب باتجاه تنظيم داعش تنظيم الدولة الذي هو يستحوذ على معظم العضاء الجدد وبالتالي هو يصبح الحركة الأكثر جاذبية في الفضاء الجهادي العالمي ولذلك نشاهد معظم العمليات التي سواء كانت في أفريقيا أو آسيا أو في منطقة الشرط الأوسط عموما هي أعمال يقوم بها تنظيم داعش الدولة الإسلامية ومشاهد هذا التنظيم يتعلم وبالتالي هو يصبح أكثر خبرة وأكثر قوة من تنظيم القاعدة وبالتالي يعني هو ما يستحوذ على هذا المشهد الجهادي العام في العالم بشكل أو بآخر شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة معنا كنت عبر سكايب حسن أبو هانية الكاتب والباحث شكرا جزيلا لك ودعونا مشاهدين نتوقف الآن عند هذا الفاصل ثم نعود من جديد مشاهدين نرحب بكم والآن نتحول إلى قراءة في عنوين الصحافة العربية وقبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بانضمام ضيفنا هنا في الاستيديو الصحفي محمد باشوش أهلا بك سيد محمد ونبدأ من القدس العربي الصحيفة التي عنونت وكتبت هذا اليوم تقول بوادر حل للأزمة بين قرطاج والقصبة ولمشيشي أيضا يستعجل السعيد لأداء اليمين أصبحت الآن المشكلة السياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء طبعا تعيش تونس هذه الأيام أزمة سياسية حقيقيا نعرف أنه كان هناك تعديل حكومة وحكومة جديدة أعلن عن تشكيلتها ورئيس الحكومة المشيشي ونالت قبول أو تصويت البرلمان بالتحالف الموجود لكن يوجد هناك إجراء تقني أو إجراء بروتوكولي عفوا بحيث أن الوزراء يؤدون يمين دستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم الحدث هو أن رئيس قيس سعيد قال بأنه لن يسمح لهذه الحكومة أو لأعضائها من تأدية اليمين دستورية بتهمة أو بحجة أن هناك بعض الوزراء تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح هذا أوقع النظام السياسي في تونس في حالة أزمة لأن النظام هو نظام برلماني الحكومة نالت ثقة البرلمان لكن الرئيس عطل هذا الإجراء المقال أو عنوان المقال يبدو أنه متفائل نظرا لأن رئيس الحكومة المشيشي قد رأس قيس سعيد وطلبه بالاستعجال في تحديد يوم أداء اليمين دستورية نظرا للأوضاع الاقتصادية والأمنية وكذلك الصحية في تونس خاصة أن بعض الأطراف أصبحت تطالب قيس سعيد بتحديد الأسماء التي يتحفظ عليها لأن جملته كانت جملة فضفاضة حتى أن قلب تونس قال بأنه مستعد لأن يتنازل عن الحقائب الوزارية إذا كان هذا يجعل من الحكومة تؤدي اليمين دستورية لا يزال الوضع في حالة ترقب يضاف إليه ما يحدث داخل البرلمان من سعي الدستوري الحر إلى جمع التوقيعات وجلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي يبدو أن الأيام القادمة ستكون ربما أقل تفاؤلا من عنوان المقال والمشكلة أن الرئيس قيس سعيد عادة ما يسخدمه أصلا جملا فضفاضة دون تحديد الأزمة هي ليست المرة الأولى التي يقول فيها جمل تحتاج إلى إعراب سياسي الرجل قال بأن هناك تحهم حولهم شبهات فساد من هم الوزراء؟ هل لم يحدث تواصل بينه وبين المشيشي قبل الإعلان عن الأسماء؟ ثم ماذا يريد من منعهم من أداء اليمين دستورية؟ لن تزاوي الحكومة مهامها هل يريد تأزيم الوضع من أجل ضغط للانتقال من نظام برلماني إلى النظام الرئاسي؟ نعرف أن قيس سعيد؟ هي يقال بأنها أزمة صلاحيات بالأساس بين نظام الرئاسي؟ لا هو قيس سعيد قبل قواعد اللعبة دخل إلى الانتخابات أصبح رئيسا في نظام برلماني ثم يفعل في كل فرصة تتح له ما يمكنه من نقد هذا النظام في محاول الانتقال إلى النظام الرئاسي نعم والمشكلة أن الرئيس التونسي اليوم بدلا من أن يكون جزءا من الحل أصبح جزءا من المشكلة ولازال مستمرا بحسب كثير من المراقبين وممعنا أيضا في ترسيخ هذه الأزمة السياسية تحول إلى صحيفة الشرق الأوسط الصحيفة كتبت اليوم واشنطن طالب الحوثين بوقف المسيرات تجاه السعودية فورا ونهج جديد أيضا ينتهجه بايدن باتجاه الأزمة اليمنية برمتها أصلا نعرف أن المقال تطرق إلى الوضع الجديد في اليمن والمقاربة الأمريكية الجديدة تعرف أن بايدن بمجرد ما تولى أو تحدث عن السياسة الخارجية قال بأنه السياسة الجديدة الخارجية في أمريكا ستسعى إلى وقف الحرب في اليمن وبأن الأزمة أزمة إنسانية ويجب تفعيل كل الأدوات من أجل توقيف الحرب بالمقابل قبل يومين كانت هناك هجومات من الحوثيين على السعودية وكذلك على بعض المناطق التي تواجدت فيها المدنيون الخارجية الأمريكية قالت بأن على الحوثيين أن يتوقفوا فورا أو أن يوقفوا فورا هذه الهجمات لأن بحسب الخارجية المقاربة الجديدة التي تدفع إلى إنهاء الحرب تتم بموافقة السعودية وبالتالي تشير الخارجية الأمريكية إلى أن السعودية ضمن هذا الإطار لوقف الحرب وأن هذه العمليات من شأنها أن تزعزع أهدافه المرحلة بالمقابل هناك أطراف يمنية لا تزال تقول بأن الحوثيين يطبقون أجندة إيرانية وبالتالي لا يمكن ائتمانهم على حالة سلام أو حالة إنهاء الحرب حراك كبير في الحالة اليمنية خاصة أن المبعوث الأممي مارتيني جريفث يزور منذ الأمس إيران فيما يتعلق بإيجاد حل لهذه الأزمة نترك صحيفة الشرق الأوسط ونتحول إلى صحيفة العرب الصحيفة التي كتبت ولادة صعبة لحكومة سودانية تستوعب أحزابا وحركات متناقضة لماذا هذه الصعوبة؟ طبعا لأن سودان دخلت مرحلة جديدة ووفق الاتفاق الذي حصل بين الحكومة وبين الأطراف الثورية والمتمردة في جوبا تشكلت حكومة في النهاية تضم لأول مرة وزراء محسوبين على حركة العدل والمساواة المتمردة حتى أن منصب المالية أعطي لزعيمات الحركة وكذلك أطراف أخرى من حركة أو حزب الأمة الحكومة تضم أطرافا كانت في حالة حرب مع حمدوك والخيار الجديد في السودان الولادة الصعبة نظرا لأن بعض المراقبين أشاروا حسب المقال بأن التركيز كان حول إحداث ائتلاف وقد يكون هذا طعنا في كفاءة بعض الوزارة بالإضافة إلى الحالة الصعبة التي تعيشها السودان الآن الحالة الاقتصادية خاصة لكن مراقبين أخرين يقولون بأن هذه الفرصة فرصة السلام السياسي بين مختلف الأطراف قد تمكن الحكومة الحالية خاصة وأن حمدوك قال بأن الأهم شيء في خارطة طريقة للحكومة الجديدة هو القضية الاقتصادية ومحاولة الاستفادة من رفع العقوبات الأمريكية الأخيرة وفي ذلك استمالة للشارع الذي خرج في السودان من أجل تغيير هذه الوقائع الاقتصادية والتي ما زالت مستمرة بعد خروج عمر البشير من المشهد نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ونعود في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ تعرف على أصغر حيوان زاحف في العالم موجود في مضغشكر حكم يتعرض لتهديدة بالقتل في الدور الإنجليزي سوق علنية لبيع الكلا في أفغانستان أمام مشفى اكتشف العلماء في جزيرة مضغشكر أصغر زاحف معروف في العالم يمكنه أن يقف على طرف إصبعك وبحسب ما نشرت CNN فقد اكتشف العلماء حرباء بنية اللون لا يتجاوز طولها 2.54 سنتيمتر ولا يزال العلماء في حيرة حول سبب صغر حجم هذه الحرباء على خلاف بقية الفقاريات ونقلت عن أحد العلماء قوله توقعنا العثور على بعض الأنواع الجديدة وليس على أصغر حرباء على وجه التحديد ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن حكما في الدور الإنجليزي تقدم ببلاغ للشرطة بعدما تلقت عائلته تهديدات بالقتل إثر إشهاره بطاقتين حمروين في مبارتين مختلفتين في البريمير ليج وتعرض الحكم مايك دين لانتقادات عقب أطرده مدافع ساوث هامتن البولندي أمام مانشستر يونيتد الثلاثاء الماضي ولاعب الوسط في وستهام الكرواتي في مباراة فولهام السبت وذكرت تقارير صحفية أندين طلب إعفاءه من إدارة مباراة نهاية الأسبوع المقبل كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل صادمة لسوق علنية لبيع الكلا أمام إحدى المستشفيات في أفغانستان وذكرت الصحيفة أن هذا السوق موجود في مدينة هراض غرب البلاد وهي المعروفة بمعدلة الفقر المرتفعة وألمحت الصحيفة إلى أن هناك أمر ما معدا له بطريقة منظمة إذ أنشئ قبل مدة مشفى خاص لذراعة الأعضاء وهو ما جعل بائع الكلا والمشترين يتمون صفقاتهم بالغالب أمام هذا المشفى الذي يحمل اسم لقمان الحكيم الآن من هذه الأخبار المنوعة نتحول إلى الصحافة العبرية في زمن إسرائيل كتب ضابط يسلط الضوء على معركة العقول بين الموساد وإيران ماذا في تفاصيل هذه المعركة؟ في تفاصيل المقال هو ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث على أن هناك أداء حسب زعمه أداء متميز للجهاز الاستخبارات الإسرائيلي والذي تمكن من إحباط عمليات أمنية كانت ستقوم بها إيران عن طريق شبكة من مجندين خاصة في الجانب الدبلوماسي حسب زعمه بأن إيران وبأمر من المرشد الأعلى قررت الانتقام لمقتل قاسم سليماني وكذلك العالم النووي فخرزادة عن طريق هجمات خارج المنطقة الشرق الأوسط هجمات في إفريقيا وكذلك هجمات في أوروبا عن طريق استعمال شبكتها الدبلوماسية يزعم بأنه تم إحباط عملية تفجير سفارة أمريكية في إثيوبيا ويقول بأنه زود أوروبا الجهاز الاستخبارات زود أوروبا بمعلومات قيمة حول شبكة إيران خاصة من دبلوماسيين يشتغلون في أوروبا تنوي ومجندة للقيام بعمليات انتقامية بحسب زعمه أشار إلى أن ألمانيا أو كشف الجهاز الاستخبارات على أن ألمانيا هي قاعدة خلفية لهذه العمليات وبأن الأوروبيين قد استفادوا من المعلومات التي مدتهم بها إسرائيل لتوقيف عمليات الانتقام كما سمها لكن تبقى مجرد أخبار يسردها جهاز استخبارات في تقدير تدخل في الحرب النفسية بينهم وبين إيران وكثرت في الفترة الأخيرة في الصحافة العبرية الحديث من قبل ضباط وعساكر سواء سابقين أو حتى حاليين في إطار حرب العقول سواء مع الفلسطينيين أو حتى مع الإيرانيين وحتى خارج بوضع إقليمي وليس فقط بوضع محلي أشكرك جزيلاً نصح في محمد باشوش على حضورك معنا في الاستيديو اليوم دعونا مشاهدين أن نتوقف عند آخر أخبار فيروس كورونا ونعود كوفيد-19 يجعل شوارع دبي خالية بعد فرض إغلاق جديد نشر موقع ميدل إست آي تقريراً قال فيه إن الإمارة أمرت بإغلاق الحنات والبارات حتى نهاية الشهر للحد من ارتفاع حالات كورونا بعد تدفق السياح إلى الإمارة خلال فترة العطلة وقالت السلطات إن عملية الإغلاق التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء هي من بين مجموعة من الخطوات التي اتخذت رداً على الانتهاكات المتزايدة للتدابير الوقائية أما الأماكن المغلقة فسيتم تغفض سيعتها إلى النصف بما في ذلك دور السينما والأماكن الرياضية غضب وانتقادات لحضور رئيس حكومة اليونان غداء جماعياً أثارت تلبية رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس دعوة إلى مأدبة غداء جمعت عدداً كبيراً من المدعوين جدلاً وغضباً كبيرين بالنظر لتجاوزها قوانين الحكومة وإجراءاتها التي تمنع التجمعات بسبب كورونا وانتشرت فيديوهات وصور قال مروجها أنها التقطت لحظة دخول رئيس الوزراء وأكثر من أربعين مدعو إلى منزل نائب محلي من حزب الديمقراطية الجديد الحاكم في جزيرة إيكاريا وكان ميتسو تاكيس يزور جزيرتين إيكاريا وفورنوي النائيتين في شرق بحر إيجا للإشراف على تقدم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مشاهدين الآن نتحول وإياكم إلى قراءة سريعة في عنوين الصحافة الإلكترونية دعوني أبدأ من موقع الجزيرة نت الموقع الذي تناول الشأن اليمني وركز عليه في عنوينه الرئيسية وكتب هنا الحكومة اليمنية ليست متفائلة والحثيون يشترطون إيران تعرض رؤيتها لإنهاء الحرب في اليمن وتنفي تلقي رسالة أمريكية فيما في العنوين المرتبطة بهذا العنوان الكبير كتبت الجزيرة نت أول زيارة للمبعوث الأممي لليمن لإيران وأمريكا تتعهد بمواصلة الضغط على قيادة جماعة الحوثي غريفث في طهران هل تسهم إيران في إخماد الحرب باليمن؟ عشرات الضحايا بتجدد المعارك في مأرب الحكومة اليمنية تقول الحوثيون فهموا خطأ الدعوات الأمريكية لإنهاء الحرب أو ربما فهموا خطأ هذه الدعوات الأمريكية لإنهاء الحرب كما تقول الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة عبد الرب منصور هادي عن الجماعة الحوثية في العنوين أيضا ضمن الجزيرة نت هنا واشنطن تنسق خطواتها مع الحلفاء بشأن طهران اتصالان لمستشار الأمن القومي والمبعوث الأمريكي إلى إيران بوزير الخارجية القطرية أيضا في عنوين الجزيرة نت قبل بدء محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ كيف تبدو احتمالات تبرئته أو إدانته نترك الجزيرة نت ونتحول إلى موقع جديد وهو الخليج الجديد لهذه الأسباب يتجه حزب الله لتخفيض أنشطته الخارجية والتركيز على الداخل أيضا دور قطر في المفاوضات مع إيران يعزز صمود المصالحة الخليجية وفي العنوين أيضا ضمن الخليج الجديد ماذا بعد إلغاء أمريكا تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أيضا هنا بعد رفع الحصار هل تتحول قطر إلى جسر بين مجلس التعاون الخليجي وإيران الخليج الجديد كتبت أيضا وثائق سرية خطط بريطانية لإصلاح النظام الإيراني قبل سقوطه بثورة شعبية السعودية علياء الهذلول الإفراج عن لجين سيكون يوم الخميس نترك الخليج الجديد ونتحول إلى موقع آخر وقراءة في العنوين الرئيسية ضمن عربي 21 الموقع يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة ويكتب الموقع أيضا بعد القرار الأخير للجنائية من تفضل إسرائيل بديلا لبسنودا لماذا أغفل بايدن العراق في إعلان سياسة إدارته الخارجية؟ السودان يعلن تشكيلا وزاريا جديدا باستثناء وزير واحد وستة وعشرون قتيلا لقوات الأسد في كمين جديد لتنظيم الدولة شرقية سوريا وصحيفة تقول هي صحيفة الأخبار اللبنانية تعاون أمريكي إماراتي لإقناع السعودية بإنهاء حرب اليمن وبيتكوين تقفز 22% وتتخطى مستوى 47 ألف دولار هل يصبح الاقتصاد الإسلامي بديلا للرأس مالية بعد أزمة كورونا؟ واستمرار التشاو أو انتشار عفوا كورونا عالميا وتساؤلات حول لقاح أسترازينيكا نترك موقع عربي 21 ونذهب إلى بي بي سي عربي الموقع كتب هنا محامو ترامب يقولون المؤيدون اقتحموا الكونغرس من تلقاء أنفسهم ويتساءل الموقع هنا عبر عنوان له كيف سيؤثر اقتحام الكونغرس على السياسة الخارجية الأمريكية ويتساءل أيضا هل يمكن عزل ترامب أو حرمانه من العمل السياسي يكتب الموقع في عنوين الفرعية هنا 24 قتيلا داخل مراب في المغرب بسبب الفيضانات ونكتفي مشاهدين بهذا القدر من العنوين في موقع بي بي سي عربي وفي الصحافة الإلكترونية وبالتالي نخدم جولة الصحافة لهذا اليوم نشكركم على المتابعة هذه أطيب المناة في أمان الله